لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشهارات على الكل علشان يوصلك اشهارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لأي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكوا يا اصحابي النهاردة لسه بنكمل مع بعض شرح منها Connect Primary 3 او الصف الثالث الابتدائي Term 2 Term 2 ولسه بنكمل مع بعض شرح Unit 7 Where are you from Where are you from او من اين انت وذي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة معانا جزء مهم جدا وهو جزء خاص بالفونيكس او بالصوتيات Lesson 5 في Unit 7 هنتعلم ازاي ننطق فيها حرف الإف لما يكون عندنا دبل اف حرف الاف او الاف لتر يكون عندنا اف اف في كلمة من الكلمات وحرف الال كمان لما يكون عندنا دبل ال 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 بننطقهم ازاي وحرف الاس لما يكون عندنا دبل اس بننطقهم ازاي اول حاجة يا اصحابي حرف الاف لما بنكون بننطق حرف الاف بنقول ف لما بيكون عندنا FF أو WF بننطقها F بنطول شوية كأننا بننفخ صفارة أو بنطلع هوا من بقنا فبنقول مثلا زي كلمة كافي 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 يعني قهوة كافي 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 زي كلمة مفن 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 يعني كعكة اسفنجية مفن 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 وزي كلمة أث 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 يعني مطفق أو مقفل مقفول يعني أوف 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 وزي كلمة بوليس أوفيسر 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 يعني ضابط أوفيسر 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 فلما بنيجي ننتق ضابل اف بننفخ كده كأننا بننفخ من بوقنا بنطول في نطق ال اف شوية صغيرة فبنقول اما لما يكون عندنا ضابل ال 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 بنطول فيها شوية بنقول ل ل ل ل لساننا بيكون لامس سقف بقنا من جوة كده وبنقول ل زي كلمة طول 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 يعني طويل طول 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 يعني طويل وزي كلمة دولر 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 يعني دولار دولر 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 يعني دولار وزي كلمة بل 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 يعني جارز بل 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 يعني جارز أما لما بنيجي ننطق ضبل اس 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 يعني بيكون لساننا جوة قبل سناننا بشوية ونقول س س س زي كلمة جلس 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 يعني كوب زجاج جلس 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 كوب زجاج وزي كلمة درس 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 يعني فستان درس 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 يعني فستان يبقى عندنا هنا النهاردة جزء مهم جدا في الفونكس الـ F بنقول F F F زي officer زي off زي muffin زي coffee الـ L بنقول L L L L زي كلمة tool وزي كلمة bill الـ S بنقول س س س س زي glass وزي dress عندنا كمان في الجزء ده حاجة مهمة جدا اسمها البنكتيووشن ماركس البنكتيووشن ماركس او علامات الترقيم احنا عندنا حلقة على القناة مخصصة لعلامات الترقيم او البنكتيووشن ماركس بتشرحها بتفصيل وبالامثلة بشرح مفصل تقدروا ترجعوا لها وتشوفوها في الكورس بتاع القواعد والفونيكس وهسيب لكم كمان اللينك بتاعها في الـ description او في الوصف اسفل الفيديو لو حابين ترجعوا لها هتفدكوا كتير قوي في شرح الجزء ده عندنا هنا في الدرس ده البنكتيووشن ماركس او علامات الترقيم بنتكلم عنها وهي بالضبط كده زي ما بنقول العلامات اللي بنحدد بيها الجمل بتنتهي امتى لو انا بسأل سؤال بعمل ايه وبوضح ان انا بسأل سؤال لو انا بتعجب من حاجة بحط علامة عاملة ازاي لو انا مثلا بتكلم عن مجموعة اشياء وعايز افصل بينها بحط علامة عاملة ازاي دي اسمها البنكتيووشن ماركس البنكتيوشن ماركس او علامات الترقيم بتساعدنا ان احنا نحدد الجمل لسالين لو كانت جملة وانتهت بنحط حاجة اسمها فول ستوب فول ستوب بتستخدم في نهاية الجملة لما انا مثلا باجي اقولك مثلا I like muffin I like muffin يعني انا بحب الكيكة الاسفنجية خلاص الجملة خلصت هنا بحط فول ستوب او بحط النقطة دي دي بتعبر عن ان الجملة اللي انا كنت بقولها خلاص انتهت وهنبدأ جملة جديدة I am from France I am from France انا من فرنسا فول ستوب خلاص كده المعلومة اللي انا كنت عايز اقولها لك انتهت والجملة كمان انتهت فبنحط هنا فول ستوب طبعا هنا بيوضح لنا ان اي جملة في اول الجملة لازم يكون اول حرف فيها كابتال لتر لازم يكون اول حرف في الجملة كابتال لتر الاي بيكون اي كابتال بي وهكذا فاول حرف في الجملة لازم يكون كابتال لتر تاني حاجة لو عندنا اسم شخص او جنسية زي ايجيبشن جابانيس شينيز فرنش امريكان اي جنسية من الجنسيات دايما ببدأ اول حرف فيها بيكون كابتال ولو عندنا كمان ضمير اي دايما اي بس لو جه حتى في نص الجملة لازم يكون كابتال زي ما قلتلكو الموضوع جميل جدا بس لازم نكون عارفين القواعد بشكل سليم فمرة تانية اول حرف في الجملة لازم يكون كابتال حتى لو كان الحرف ده ملوش دعوة باسم شخص او باسم دولة او باسم جنسية او حتى ليه دعوة بحرف الاي اي حرف في اول الجملة لازم يكون كابتال لو في نص الجملة او في اول الجملة او في اخر الجملة عندنا اسم بلد عندنا زي ايجبت زي فرانس زي تشاينا زي امريكا اي بلد لازم اول حرف فيها يكون مكتوب كابتال عندنا اسم جنسية ايجبشن تشاينيز جابانيس فرنش لازم يكون اول حرف في الجنسية دي كابتال لو عندنا اسم بني ادم حسام محمد مينة محمود اي اسم لازم يكون اول حرف فيه حرف كابتال لو عندنا ضمير انا اللي هو اي لو هو موجود في اول الجملة او في وسط الجملة او في اخر الجملة لازم بيكون كابتال وزي ما قلنا اخر الجملة بيكون عندنا full stop full stop او الهي النقطة الصغيرة دي اللي بتوضح ان الجملة انتهت وهنبتدي جملة جديدة تاني حاجة في البنكيتيوشن ماركس او علامات الترقيم عندنا الquestion mark او علامة الاستفهام الquestion mark او علامة الاستفهام دي بنستخدمها لما بننهي جملة بتكون عبارة عن سؤال انا بسأل سؤال دلوقتي فلازم احط بعد السؤال ده في نهاية السؤال ده الquestion mark او العلامة بتاعت الاستفهام دي علشان اللي بيقرى الكلام يعرف ان انا هنا بسأل سؤال زي ما اقولك مثلا where are you from من اين انت هنا في علامة الاستفهام او الquestion mark فدي بنحطها في عمل السؤال حتى اسمها الquestion mark او علامة الاستفهام زي ما قلنا من شوية ثالث حاجة في عندنا حاجة اسمها الexclamation mark الexclamation mark او علامة التعجب اللي هي العصاية الصغيرة الجميلة دي وتحت منها نقطة بستخدمها لما انا بيكون عندي شعور قوي او بتعجب من شيء ما زي مثلا لما اقولك she is very happy she is very happy هي سعيدة جدا فبحط هنا الexclamation mark او علامة التعجب لما بيكون في شعور قوي جدا او او انا بتعجب من حاجة بحط الexclamation mark اخر حاجة عندنا النهاردة هي الكوما الكوما او الفصلة الصغيرة دي بتبقى على السطر وسط الكلمات لما بتكلم عن مجموعة من الاشياء او قيمة من الاشياء فانا بفصل بينهم بالكوما الصغيرة دي علشان خاطر اوضح لك ان انا بتكلم عن لستة من مجموعة من الاشياء وانا بفصل بينها دلوقتي تبقى عارف ان انا بتكلم عنهم كلهم في نفس الجملة زي لما اجي اقولك I like chocolate كوما ice cream كوما pizza and cola يبقى انا بحب الحاجات دي كلها انا بحب التشوكلة بحب الايس كريم بحب البيتزا وبحب الكولا كمان فهنا حطيت كوما بين الحاجات اللي انا بتكلم عنها لان هي group او list او مجموعة من الحاجات انا بتكلم عنها في نفس الجملة فهنا بنحب الكوما بين الحاجات آخر حاجتين ما بحطش بينهم كمى بحط بينهم AND آخر حاجتين بحط بينهم AND لكن لو في لستة عندي بتكلم عنها في جملة واحدة واللستة دي متكونة من مجموعة من الحاجات بحط بين كل الحاجات دي كمى وفي الآخر خالص آخر حاجتين بحط بينهم AND يبقى زي ما قولنا من شوية دي البنكتيواشن ماركس أو علامات الترقيم مهمة جدا نحفظها ونعرف بنستخدمها إمتى أول حاجة في أول الجمل أسماء الدول أسماء الجنسيات أسماء الأشخاص وطبعا حرف I اللي هو أنا في أول الجملة أو في نصها أو في آخرها لازم ييجي capital والفول ستوب أو النقطة بتاعة نهاية الجملة وتاني حاجة عندنا الكويسشن مارك أو علامة الاستفهام بنستخدمها في نهاية أي سؤال ثالث حاجة الأكسكليميشن مارك أو علامة التعجب بنستخدمها لما بينكون عندنا شعور قوي أو بنتعجب من حاجة رابع حاجة الكومى بنستخدمها لما بينكون بنتكلم عن مجموعة من الأشياء أو مجموعة من الحاجات موجودة في نفس الجملة وفي الآخر خالص آخر حاجتين بحط بينهم زي ما قلنا من شوية وليسون سيكسي أصحابي في يونت سيفن بيتكلم عن الكورنسي الكورنسي أو العملة بيكلمنا عن الماني in other countries in other countries أو في البلاد التانية الفلوس شكلها عامل إزاي في البلاد التانية إزاي نقدر نحسب الماني أو الفلوس بشكل سليم فبيقول لنا هنا pound pound يعني جنيه مصري pound pound يعني جنيه مصري piasters piasters يعني قروش طبعا الباوند في 100 piasters أو 100 إرش euro لا اليورو عملة الدول الأوروبية euro دا اليورو بتاع الاتحاد الأوروبي yen yen طبعا دا عملة اليابان yen yen طبعا دا عملة اليابان cent cent دا السنت الفرنسي عملة بيستخدموها في فرنسا cent cent يعني سنت الفرنسي أو بيستخدموه في فرنسا jiyao 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 اللي هو الصيني عملة صينية بيستخدموها في الصين ودا طبعا زي القرش عندنا كده حاجة صغيرة yuan yuan دا برضو اليوان الصيني دا زي الجنيه عندنا يبقى اليوان أكبر من jiyao cent دا سنت أمريكي برضو دا شكل السنت الأمريكي dollar dollar يعني الدولار الأمريكي dollar dollar اللي هو الدولار الأمريكي هنا طبعا currency currency يعني عملة طبعا مهمة جدا نبقى عارفين العملة بتاعتنا في مصر أهم حاجة الباوند والبياسترز الدولار طبعا بتاع أمريكا اليورو بتاع أوروبا طبعا اليان بتاع اليابان سنت فرنسي jiyao صيني u1 صيني sent america ودي القرنسيز أو العملات اللي احنا بتتكلم عنها طبعا عندنا هنا أصحابنا بيتكلموا عن القرنسيز أو العملات وبيقولوا what is your money what is your money ما هي عملتك؟ ايه هي العملة بتاعتك؟ فهيكلمونا طبعا عند العملات في البلاد المختلفة معلومات جميلة جدا هنعرفها النهاردة فأول حاجة in my country Egypt صديقتنا دي من مصر هنا زينا in my country Egypt في بلدي مصر our money is the pound our money is the pound العملة بتاعتنا هي الجنيه one pound is one hundred piasters one pound جنيه واحد is one hundred piasters هو بيساوي ميت إرش طب صدقنا هنا طبعا دا من فرنسا بيقول in my country in my country في بلدي فرانس فرنسا our money is the euro العملة بتاعتنا هي اليورو فرنسا طبعا هي بلد من بلاد أوروبا للتحاد الأوروبي فالعملة بتاعتهم هي اليورو one euro is one hundred cent one euro is one hundred cent اليورو الواحد في ميت سنت صدقنا هنا من china او من الصين فهيكلمنا عن طبعا العملة بتاعته فبيقولك in my country china في بلدي الصين in my country china our money is the yuan is the yuan العملة بتاعتنا هي اليووان زي الجنيه عندنا كده one yuan is ten jiao اليووان الواحد في ten jiao وآخر حاجة صدقنا هنا الامريكاني ده بيقولنا in my country america فبلدي امريكا our money is the dollar our money is the dollar يعني العملة بتاعتنا هي الدولار one dollar is one hundred cents one dollar is one hundred cents دولار واحد في ميت سنت فهنا عرفنا معلومات عن الماني او الفلوس in other countries او في البلاد التانية تعالوا نشوف بعد كده المفروض نتكلم عن ايه المفروض هنا بقى يا اصحابي عايزين نتعلم ازاي نسأل عن البرايس او السعر asking for price السؤال عن سمن الاشياء فلما اجي اسأل حد عن البرايس او السمن بقوله how much is how much يعني كم سمن how much يعني كم سمن فهنا صديقتنا وصديقنا بيتكلموا مع بعض عن حاجة هما طبعا بيكلموا عن سعر حاجة وهي بتسأل سعرها بكم فهي بتقوله how much is it القائد دي بكم اللي هي الطيارة الورق دي بكم how much is it كم سعرها فهو بيقولها it's for 22 يورو it's for 22 يورو انها بـ 22 يورو لما اجي ارد على حد بيسألني how much is it مثلا بيسألني عن سعر حاجة بقوله it's for تمنها هو كذا it's for يعني انها تساوي كذا لما اجي اسألك اقولك انت الحاجات اللي اشتريتها دي بكم asking about things you bought للسؤال عن الاشياء اللي انت اشتريتها بالفعل فبقولك what did you buy ماذا اشتريت انت اشتريت اي what did you buy اشتريت اي ماذا اشتريت فانت هتقولي i bought انا اشتريت بقى خلاص boot الماضي بتاع buy في الماضي اسمها boot i bought انا اشتريت وبحط اسم الحاجة هنا فانا صدقنا بيسأل صدقتنا بيسألها بيقولها اشتريت ايه فبيقولها what did you buy ماذا اشتريت فبتقوله i bought انا اشتريت ادل عروسة it was for 50 pounds كانت منها 50 جنيه i bought ادل انا اشتريت عروسة it was for 50 pounds كانت منها 50 جنيه وبكي نكون انهينا الجزء الخاص بالنهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفادتم من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى اليه الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سيبلكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته